احتفالات المصريون بشم النسيم لا تخلو من أركان رئيسية الخروج للحضائق والمتنزهات وشراء الأطعمة الشهيرة لهذه المناسبة كالفسيخ والرنجة ورغم عشق المصريين لهذه الأطعمة إلا أن مخاطرها وحوادس التسمم التي ربما قد تسببها وتعكر صف الاحتفالات دفعت وزارة الصحة بأزراعها طبية والمركز القومي للسموم المعني بعلاق حالة التسمم لرفع حالات الطوارئ استعداداً لاستقبال أي حالة تعاني من أعراض التسمم الغذائي وخاصة التسمم الناتج عن الفسيخ بالنسبة لنا الأعراض فيه شقين الشق الأول هو ممكن يكون تسمم بكتيري أو ماكروبي فالعيان غالباً بيبقى عنده إسهال وعنده قيء شديد وعنده سخنية تمام؟ وعنده طبعاً مغس في البطن فده يعني غالباً وارتفاع في درجة الحرارة فده غالباً بيأخذ الشكل المايكروبي فده أول ما يحس بكل إسهال شديدين يعني ومغس شديد لازم يتوجه إلى أقرب مكان له سواء كان مستشفى أو مركز سمو مئتان ثمانية وعشرون ألف جنيه هي التكلفة الفعلية للجرعات الثلاث التي تكفلها الدولة لإنقاذ مريض واحد من وجبة سمكة فاسدة من الممكن أن تقضي على حياة إنسان إحنا مش منعالج المرض يعني لو هو حصل مشكلة عنده إحنا منمنع يعني مضاد السمو اللي إحنا مندهاله إحنا منقلل هي الأعراض اللي حتحصل عنده يعني بدل ما هياخد عضلة واحدة هياخد عضلتين بدل ما كان الأول مش عارف يفتع عينيه حيبه مش عارف يبلعه مش عارف يتكلم لو حس هو ده بياخد عمان يقعد يمشي يمشي في الجسم وبيطلع كده مع جسم الإنسان لغاية لما ياخد عضلة التنفس جهود لا تدخرها وزارة الصحة للحفاظ على الصحة وسلامة المواطن المصري ليقضي أوقاته السعيدة بأمان ورعاية كاملة